موسيقى 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 بعد تكبت الاقتصاد الوطني لخسائر تقدر بالملايير جراء الاضرابات الدورية التي تشهدها مختلف القطاعات استنفرت وزارة العمل مصالحها من خلال انشاء جهاز الرصد الاجتماعي لاستباق واحتواء النزاعات التي تشهدها مختلف القطاعات بصفة روتينية من اجل الحد من الخسائر المالية الناجمة عن ذلك تم انشاء لجنة وزارية مشتركة لمتابعة نزاعات الجماعية في العمل تضم مختلف الدوائر الوزارية المعنية وتم تنصيبها بتاريخ عشر شنفر 2017 ولقد انيط بهذه اللجنة عدة مهام اهمها متابعة الوضعية الاجتماعية على المستوى الوطني والمساهمة في الوقاية من النزاعات الجماعية واقتراح الاليات الكفيلة بتسوياتها لا سيما من خلال توضيح الاحكام التشريعية والتنظيمية المتنازع بشأنها وتسهيل جمع وتبادل المعلومات والمعطيات الاحصائية عن النزاعات المسجلة وبخصوص احتجاجات العمال التي اثرت على الاقتصاد الوطني خلال سنة 2017 احصت مصالح وزارة العمل مئة حالة نزاع في مختلف القطاعات احصينا خلال السوداس الأول في هذه السنة حوالي مئة حالة نزاع جماعي في العمل وهو مؤشر وواضح وهو مؤشر وواضح على وجود نشاط نقابي في الجزائر ككل دخول اجتماعي تشهد عديد القطاعات اضرابات متتالية والتي تؤدي الى اللجوء لضمان الحد الادنى لخدمة من مختلف القطاعات باستدعى تدخل الحكومة لتفعيل اسلوب حوار ناجع مع النقابات العمالية عبر انشاء جهاز الرصد الاجتماعي بهدف الحد من الخسائر الاقتصادية المنجرة عن الاضرابات والمقدلة حسب الخبراء بملايير الدينارات السنوية اشتركوا في القناة